ريمونتادة يمنية في الاراضي الفيتنامية لمنتخب اليمن للناشئين ينتصر على منتخب كرغستان ويفرح جماهيره النهاردة في الجولة التانية من تصفيات كاسة اسيا السعودية 2025 السلام عليكم ورحمة الله جمعا بركة عليكم كل متابعيني الكرام اهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن فوز المنتخب اليمني للناشئين اسعيدني جدا لو عملت لايك للفيديو اشترك في القناة واكتب لي في صندوق التعليقات من اين تتابع القناة من اي مدينة تتابع القناة بتقول مبروك لمنتخب اليمن من اي مكان اكتب لي في صندوق التعليقات مليون مبروك لمنتخب اليمن للناشئين اللي عمل النهاردة ريمونتادة بعد ما كان خسران في الشوط الاول واحد مقابل اتنين قدر يعدل النتيجة في الشوط التاني ويقلب النتيجة ويفوز بالمباراة المباراة دي طبعا في إطار المجموعة رقم 9 اللي بتضم فيتنام واليمن وكرغستان ومينمار كنا لعبنا مبارتين في الجولة الأولى واستطاع المتخب اليمني أن يفوز على مينمار في الجولة الأولى 6 مقابل 1 وتعادل المتخب فيتنام مع كرغستان 0 مقابل 0 واللي تابع مباراة فيتنام وكرغستان عرف أن المتخب كرغستان هيكون ند قوي جدا لمتخب اليمن النهاردة وبالفعل كان ند قوي وكان متقدم على متخب اليمن في الشوط الأول 2 مقابل 1 ولكن رجال المتخب اليمني وقوة لاعب المتخب اليمني وبالعزيمة والإصرار والتحدي قدر لاعب المتخب اليمني للناشئين يقلبوا النتيجة في الشوط الثاني عايز أقول لك النهاردة سامر فضل كان عينه على الفوز كان عينه على الصدارة كان عينه على التأهل إلى كأس أسيا بدون الدخول في أي حسابات حسابات الغاء المباريات أو الغاء نتائج المباريات حسابات المركز الثاني والتصفيات اللي دايما بتكون معقدة بسبب النظام اللي وضعوا الاتحاد الأسيوي لتصفيات الناشئين والشباب عايز أقول لك أن النهاردة سامر فضل بدأ بتشكيلة أنس الحكيمة في حراسط المرمى أحمد الجليدي وعمر أنور ومحمد الجراش ومحمد مشبح في خط الدفاع أيمن محمد وأحمد ناصر وأحمد طلال في وسط الملعب وأيضا عصام الثقاف وعلي دليو وكريم حمدي في خط الهجوم النهاردة محمد الجراش بيزبط نفسه وبيقول أنا دايما هكون حاضر بتسجيل الأهداف سجل في المباراة الأولى هدفين وسجل في المباراة الثانية هدفين كريم حمدي اللي بيزبط نفسه أنه هو مهاجم قوي لمنتخبات اليمن إن شاء الله في المستقبل ومنتخب اليمن للناشئين زيه زي عبدالعزيز مصنوم الجوارة المهاجم اللي موجود في متخب اليمن للشباب علي دليو اللي دايما عنده البصمات في صناعة الأهداف في القراط العرضية علي دليو دايما بيكون حاضر بصناعة الأهداف في كل المباريات وبالتالي تقلق لعب المتخب اليمني للناشئين كلهم ولكن واضح إن الجراش عنده حس تهديفي قوي واضح إن علي دليو عنده حس تصناعة الأهداف والتمرير لزملائه بشكل قوي جدا أيضا كريم حمدي عنده حس تهديفي ورأس حرب حرب كما يقول الكتاب المنتخب اليمني الآن يتصدر المجموعة برصيد ست نقاط بعد ما فاز على منتخب مينمار وفاز على منتخب كرغستان منتخب فتنامل لتعادل في المباراة الأولى عنده مباراة هامة جدا الساعة الثلاثة ضد منتخب مينمار ولكن متوقعين إن منتخب فتنام يفوز على منتخب مينمار وبالتالي لما قلنا التعادل ما بين فتنام وكرغستان في المباراة الأولى في صالح المتخب اليمني الآن بضمن لكم صدارة المتخب اليمني لمجموعته بعد انتهاء الجولة الثانية لأن منتخب فتنام حتى لو فاز على منتخب مينمار هيكون عنده أربع نقاط والمنتخب اليمني يمتلك الآن ست نقاط باقي خطوة واحدة على التأهل إلى كأس آسيا لرجال المتخب اليمني للناشئين عندما يواجهون منتخب فتنام في الجولة الأخيرة إن شاء الله يوم الأحد القادم 27-10-2024 لما المتخب اليمني يلاعب منتخب فتنام الساعة 3 عصرا وهيكون في مباراة بين متخب كرغستان ومنتخب مينمار الساعة 12 ظهرا شكرا جدا لكل جمهور اليمن اللي بيدعب منتخباته وبيدعب منتخب اليمني للناشئين في هذه التصييات ونفسهم إن المتخب اليمني للناشئين يروح لكأس آسيا اللي هتكون في السعودية وهيكون فيه دعم جماهيري كبير جدا 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 لمنتخب اليمني للناشئين الظراح السعودية نظرا لتواجد جالية كبيرة يمنية في المملكة العربية السعودية بالتوفيل المتخب اليمني في الجولة القادمة ضد منتخب فتنام ولكن النتيجة بتاعة التعادل فتنام وكرغستان كانت مهمة جدا إنهار دا المتخب اليمني بيعمل ريمونتادة وبيعمل فوز مهم جدا جدا على منتخب كرغستان القوي والعنيد اليمن الآن في صدارة المجموعة قبل مباراة فتنام ومينمار اكتب رأيك في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته